تم إطلاق أربع محافظة استثمارية لفائدة المكتتبين منذ 2021 عبر المنصة الرقمية للدوان البطني لزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية وتم بمجبها توفير 54 محيطاً للاستصلاح يشمل حوالي 460 ألف هكتار في تسع ولايات جنوبية استفاد منها 431 مستثمراً وتدرس الوزارة حالياً العديد من المشاريع الكبرى في إطار الرباق الأخضر إلى أن بعضاً منها قد دخل طور الإنجاز ويسعى للحصول على مساحات إضافية لدخوله حيز الخدمة في انتظار إعلان الدوان الوطني للزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية عن محافظة استثمارية جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تتضمن مساحات للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية كما سيتم طرح مساحات مسترجعة لم يتم استغلالها في المحافظة السابقة وكذا مراجعة المسافة المرجعية بين الأبار وتقليصها من 1200 إلى ما بين 800 وال600 متر ما من شأنها رفع نسبة المساحة المستغلة فعلياً لكل مستثمرا في لاحية من 50 إلى 65% وفي ذات الإطار تسعى الوزارة لتحقيق نسبة إنتاج حالية من هذه المستثمرات بعد تسجيل عدم دخول الكثير منها حيز الإنتاج مما دفع بالوزارة إلى عقد لقاءات وطنية مع المستثمرين للوقوف على المشاكل التي يواجهونها